بمناسبة اليوم الدولي للطفل الجندي أو الطفل المسخر في النزاعات المسلحة نظمت منظمة اليمام البيضاء والحركة الدولية لاستكمال الوحدة الطرابية للمملكة ورابطة الصحراويين المغاربة بأوروبا مسيرة اليمام البيضاء تنديدا بالجرائم التي ترتكب في حق أطفال مخيمات تندوف ندعو الأمم المتحدة لتحقيق في هذه الجرائم لفك العزلة عن الأطفال أطفال المملكة المغربية حاملين رسائل من خلال هؤلاء الأعلام التي ترونها هنا للتعبير والتنديد والإدانة الجرائم التي تلاحق أخوانهم وإخوانهم الذين استعملوا في حروب والذين انتزعوا وقطعوا من جديرهم التاريخية أطفال كأطور كمشمع مدني جينا هنا بشنا نبلغ الصوت دينا لهذا الستنكار الهمجي الوحشي ولا ليتشغل أطفال لا ليستغلالهم في النزاعات الحربية وشارك في هذه المسيرة التي انطلقت أمام مقر البرلمان أطفال يحملون أعلام الدول العضافي لأمم المتحدة إضافة إلى علمين أمم المتحدة ومنظمة الأمم المتحدة لرعاية الطفول اليونسيف أيها العالم الحر الذي يؤمن بالعدل والمساواة ويناهد كل الانتهاكات الجسيمة في حق الطفولة والأمومة والأبوة والبشرية جمعا نحن أطفال العالم جئنا نسائل الأمم المتحدة وقادة دولنا على المستقبلنا وندعوهم للعمل على فك الحصار على أخواتنا وإخواننا بمخيمات تندوف وأسرهم لرجوع وجمع الشمل بأهاليهم بالوطن الأم وحسب المنظمين فإن المسيرة حملت رسالة إلى الأمم المتحدة لتحمل مسؤولياتها إزال جرائم التي ترتكب في حق الأطفال المحتجزين في مخيمات تندوف